طالبي طالبتي تأمل تأملي الجدول الجدول على اليمين هنستخدم عملية الضرب بينما الجدول على اليسار هنستخدم عملية القسمة اتنين ضرب عشرة الناتج عشرين عشرين قسمة عشرة الناتج اتنين اذا العدد عشرين قبل القسمة على عشرة والناتج اتنين اربعة ضرب عشرة الناتج هو اربعين بينما اربعين قسمة عشرة الناتج اربعة اذا العدد اربعين قبل القسمة على العدد عشرة تمانية ضرب عشرة الناتق تمانين بينما تمانين قسمة عشرة الناتق تمانية إذن العدد تمانين أيضا قبل القسمة على العدد عشرة طالبي طالبتي لاحظ لاحظي لهذه الأعداد رغم أحدها صفر إذن يغبل العدد القسمة على عشرة إذا كان رغم أحده الصفر إذن درسنا لهذا اليوم تحت عنوان قابلية القسمة على عشرة قاعدة يغبل العدد القسمة على عشرة إذا كان رغم أحده صفرا مثال أي الأعداد تغبل القسمة على عشرة من الأعداد ولماذا؟ أولا العدد خمسة واربعين لا يغبل القسمة على عشرة لأن رغم أحده ليس صفرا العدد خمسين يغبل القسمة على عشرة لأن رغم أحده الصفر العدد تلتمية وخمسين يغبل القسمة على عشرة لأن رغم أحده الصفر العدد سبعمية يغبل القسمة على عشرة لأن رغم أحده الصفر العدد سبعمية خمسة وسبعون لا يغبل القسمة على عشرة لأن رغم أحده خمسة إذن الأعداد التي تغبل القسمة على عشرة هي خمسين تلتمية وخمسين سبعمية السبب لأن رغم أحدها يساوي صفرا بينما الأعداد خمسة واربعين وسبعمية خمسة وسبعين لا تغبل القسمة على عشرة لأن رغم أحدها لا يساوي الصفر تمرين أكمل الجدول التالي العدد عشرة يغبل القسمة على عشرة إذن طوال نكتب نعم هل العدد خمسة واربعين يغبل القسمة على عشرة أكيد الجواب لا العدد ستين هل بيقبل القسمة على عشرة أكيد الجواب نعم العدد خمسة وثمانين هل بيقبل القسمة على عشرة أكيد الجواب لا لأن رغم أحده ليس صفرا العدد مية هل بيقبل على عشرة أكيد الجواب نعم لأن رغم أحده الصفر العدد ميتين خمسة وعشرين هل بيقبل القسمة على عشرة أكيد الجواب لا لأن رغم أحده ليس صفرا العدد أربعمية وخمسين يقبل القسمة على عشرة لأن رغم أحده الصفر ختاما تعلم فليس المرء يولد عالما أستاذ الطاهر في زيارياضيات اشتركوا في القسمة على عشرة